اشتركوا في القناة وأنزل السيدة هاجر وابنها إسماعيل ولم يترك له ماء سوى سقاء فيه ماء وجرابا فيه طمر وهم إبراهيم عليه السلام بالإنصراف دون أن يتحدث إلى السيدة هاجر عليه السلام فقالت له يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء قالتها مرارا وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت ولا يرد فقالت الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا كلمات ثلاث إذن لا يضيعنا يا له من إيمان ويا له من صبر فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى الثنية وهو طريق عالي في الجبل يطل على وادي مكة فاستقبل القرلة ورفع يديه إلى السماء وتضرع إلى الله بهذا الدعاء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ظلت هاجر وولدها إسماعيل في هذا الوادي تشرب من الماء وتردع ولدها حتى نفذ ما معها من الماء عطشت وعطش ولدها وأخذ يتلوأ من شدة العطش وهي تنظر إليه لم تستطع أن تتحمل وانطلقت بعيدا ثم سعت بين الصفا والمروة سعي الإنسان المجهد المتعب لعلها تجد بعض الماء أو لعلها تجد مارا بها فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها أن تسمع فتسمعت فسمعت فقالت أسمعت فإن كان عندك غواث فإذا هو جبريل عليه السلام عندما كان بئر زمزم فأخذ يبحث بعقبه فضرب الأرض بعقبه فتفجر بئر زمزم خشيت هاجر عليها السلام من نفاذ الماء فأخذت تحوضه بيديها وتقول زمي زمي فقال جبريل عليه السلام لا تخافوا الضيعة ولا الضيعة ولا الهلاك فأنتم تحت رعاية الله عز وجل وأشار إلى رابعة مرتفعة عن سطح الأرض وقال إنها هنا بيت الله يبني هذا الولام وأبوه جمعت السيدة هاجر بين أمرين الإيمان بمسبب الأسباب مع الأخذ بالأسباب وهذا هو قمة التوكل على الله فأعطاها الله أكثر مما أرادت أعطاها بئر زمزم ولكن سبحان مغير الأحوال أتت الوثنية بعد آلاف السنوات فحولت قمة الإيمان إلى حضيض الكفر وتبدل الحال وأتى المشركون بالأصنام ولك أن تتخيل أكثر من تلتمية وستين صنم عند المسجد الحرام ووضع عند جبل الصفة صنما يسمى إيساف وعند جبل المروى صنما يسمى نائلة وكانوا يترددون بين الصنمين ويتمسحون بهما ولما أشرك نور الإسلام وفتحت مكة المكرمة وحطمت جميع الأصنام تحرج الأنصار من السعي بين الصفة والمروى فأنزل الله تعالى إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن جبلي الصفة والمروى الذين يقعان في الجهة الشرقية من الكعبة المكرمة هما من شعائر الله ومن معالم دين الله الظاهرة التي يتعبد إليه بها بالسعي بين الصفة والمروى فمن قصد بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا فلا إثم ولا حرج عليه أي الطوف بينهما بل يجب عليه ذلك ومن تطوع من خير وهو مخلص لله وموافق لهدي رسول الله فهو خير له فإن الله تعالى شاكر يثيب على القليل بالكثير عليم بأعمال عباده لا يبخس أحدا مثقال ذرة أمرنا الله عز وجل بتعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وشعائر الله إما تكون أماكن كالصفة والمروى وعرفات وإما أن تكون أعمال كالآذان والأضحية والتكبير أيام العيد إن الصفة والمروى من شعائر الله جاء التوكيد بإن لإزالة التردد والشك من صدور المخاطبين فمن حج البيت والبيت هو بيت الله الحرام أو البيت العطيق وما هو الفرق بين الحج والعمرة الحج في اللغة هو القصد أما العمرة فهي الزيارة أما في الشرع الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء النسك من طواف وسعي ووقوف بعرفات وأما العمرة فهي قصد بيت الله الحرام من أجل أداء النسك من طواف وسعية فلا جناح معناها لا إثم ولا حرج ولا ميل عن القصد لو لم نتطرق لأسباب نزول هذه الآية الكريمة فأي إنسان حين يقرأ هذه الآية الكريمة قد يتوهم مخطئا أنه لا حرج في عدم الطواف بين الصفة والمروة في الحج والعمرة قال بذلك أوروى بن الزبير ولكن السيدة عائشة أم الأمنين رضي الله عنها وأرضاها صححت له خطأ فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما وعلشان كده هنجد أن حكم السعي بين الصفة والمروة اختلف فيه بين الفقهاء على ثلاث أقوال أول قول أن السعي بين الصفة والمروة ركن لا يكبر بدم وهو قول جمهور العلماء قال بذلك الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وجمهور من الصحابة والتابعين أما القول الثاني يقول أن السعي بين الصفة والمروة واجب ولكنه ليس بركن ويكبر بدم وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة والقول الثالث وهو قول ضعيف بأن السعي بين الصفة والمروة ليس برقن وليس بواجب بل سنة ولا يجبر بدم وقد يسأل سائل هل يشترط للسعي بين الصفة والمروة الطهارة لا لا يشترط ذلك وتستطيع المرأة الحائد أن تسعى بين الصفة والمروة فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما حاضت ففعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وقد قصر الله عز وجل السعي بين الصفة والمروة لمن كان حاجا أو معتمرا ولا يمكن بأي حال من الأحوال الانفراد بالسعي بين الصفة والمروة على سبيل التطوع لأن السعي يدبع النسك وكيف أكون بالسعي بين الصفة والمروة كما قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تفرغ من الطواف والصلاة خلف مقام إبراهيم رقعتين الطواف تتوجه إلى الصفة وحينما تدن من الصفة تقول إن الصفة والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به ثم أصعد إلى جبل الصفة ثم أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم أدعو وأكرر ذلك ثلاثا وبالطبع كان هناك وادي في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بالأبطح وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسرى في هذا الوادي أما النساء فتمشي بوقار وتمأنينة وسكينة أما الآن وبسبب عوامد الزمن من الردم وغيره فنحن لا نستطيع أن نرى هذا الوادي وقد قامت المملكة مشكورة بتحديد هذا المكان بضوء أخضر هو المكان الذي نسعى فيه مسرين للرجال أما النساء كما قلت فيمشوا بوقار وهدوء وسكينة فإذا تجاوزنا العالم الأخضر نمشي بهدوء وسكينة ووقار وندعو الله بما يتيسر ونذكره بما نشاء فإذا اقتربنا من المروى نقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم نرتقي فوق جبل المروى ونكرر ما فعلنا عند جبل الصفا نقوم بذلك سبعة أشواط من الصفا إلى المروى شوط ومن المروى إلى الصفا شوط آخر لا شك أن هناك حكمة من السعي بين الصفا والمروة وأنت في كمة التعب بعد التواف حول الكعبة سبعة أشواط أتدري ما هي؟ أن تشعر بشيء قليل مما أحست به السيدة هاجر وهي تسعى بين الصفا والمروة ما بين خوف على ابنها ورجاء أي رزقها الله عز وجل بعض الماء تأمل جيدا فيما تبقى من جبل الصفا هل تعلم أين يقع دار الأرقم ابن أبي الأرقم؟ إنه يقع عند جبل الصفا وفي هذا البيت تلقى الرعيل الأول من المسلمين عليهم رضوان الله أجمعين تعليم الإسلام في سرية وآيات القرآن بعيدا عن أنظار المشركين ولما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أتدري إلى أين توجه ليصدح برسالته في عنان السماء توجه إلى جبل الصفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فسعو ومن تطوع خيرا على وجه الأموم من ألوان الطاعات والقربات البدنية والمالية فهل نجد من يتطوع شرا؟ نعم هناك من يتطوع شرا بالبدع والأمور المحدثة وبالتأكيد لن يقبل منه فإن الله شاكر يثيب على القليل الكثير يضاعف الحسنات ويكفر السيئات عليم بأعمالكم وأحوالكم يعلم من يعمل الخير ومن يقصد بهذا الخير فاللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم بالحج المبرور والسعي المشكور جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة